بمناسبة أسوريو أسوريو مديد الفن لزمالك قرر إن محمد عواد يستمر في حراسة مرمى الزمالك بشكل أساسي في مباراة البنك الأهلي القادمة يوم السبت إن شاء الله في الدوري الممتاز أسوريو عايز يدي ثقة أكتر لعواد عايز يقنع عواد إنه هو واثق فيه يعني عشان عواد كان عنده شك إنه أسوري أصلاً واثق فيه عشان انت عارفين كان بيدي دايماً لمحمد صبح حتى لو محمد صبحي تعرض لبعض التراجع في مستوى كان برضو أسوريو بيدي محمد صبحي بس أسوريو قرر إن عواد هيكمل في حراسة مرمى الزمالك في التشكية الأسية في المباراة القادمة على الأهل قدام البنك الأهلي في الدوري الممتاز تعرفين الحكاية والزعل اللي بين محمود علاء وأسوريو ومحمود علاء في الفترة اللي فاتت بعض اللاعبين الكبار بصفوف الزمالك تدخلوا عشان يحصل صلح بين أسوريو ومحمود علاء إجاز الفن بشكل عام مش بس أسوريو وعشان يفتحوا مع صفحة جديدة هم بيطلبوا اللاعب بالاعتزار اللي هم المقربون يعني أو اللاعبين دول يعني بيلاعب بالاعتزار في مران الغد إن شاء الله مران الثلاثاء أعتقد محمود علاء يعتزل والأمور تنتهي على فكرة محمود علاء يعرف محمود علاء يعني عن قرب هو شخص طهب جدا هادي جدا ما عندوش مشاكل مع حد ما عندوش أزمات مع حد بس دائما ما يتم يعني زهوره عن محمود علاء يبين إنه وكأنه لاعب مشاغب وعب يعمل لا لا والكلام ده كله لا هو بس انفعالاته سريعة جدا وبالتأكيد محتاج يتعامل معها الفترة اللي جاية بشكل أحسن عشان هو لاعب مهم ومحتاجه كمان المنتخب لما مستوى كمان يتحسن مع نادي الزمالك عمل موسم رائع جدا مع الاتحاد الموسم الماضي ومستنينه مع الزمالك الموسم ده ومستنينه أيضا مع منتخب مصر دي أخبار نادي الزمالك